أعزائي من جبل الزيتون مقابل أورشليم من واصل طبعا رحلة الميلاد في هذا الجزء رح أتكلم عن الفئات الدينية زمن المسيح وطبعا لها دور مهم جدا أورشليم القدس سواء قديما أم حديثا هي مرتع للسياسة والدين والتقليد يعني الأمور لم تتغير حتى يومنا هذا فمعظم الفئات الدينية في تصارع ومقاوم أحدهم للآخر وهكذا كان في أيام المسيح كان في عدة فئات خليني أبتدي بالفئات الأقل أهمية في جماعة الغيورين الغيور هو الشخص الانتحاري الشخص اللي كان يقاوم الرمان شخص ثورجي اللي بيحاول يعني يقتل الرماني المستعمر فهذه المجموعة تسمى الغيورين المجموعة الأخرى بالمقابل جماعة السينيين اللي سكنوا الصحراء بالتحديد عند بحر الميت واكتشفوا هناك مخطوطات قمران هذه المجموعة كانت مسالمة كان بيعتبروا أنفسهم أبناء النور مقابلة بأبناء الظلمة الكهني والرؤساء اللي كانوا موجودين في منطقة الهيكل ونحن مدينون لهم طبعا بكتابة الأصفار النبوية الموجودة بين إدينا حتى يومنا هذا في فئة أخرى تسمى الهيرودسيين هم جماعة يعني موالين لهيرودس لكن من ناحية أخرى يعتبروا عملاء لكن أهم فئة هي الفرسيين والصدوقيين الفرسيين كانوا شيعة كانوا طايفة صغيرة من اليهود كانوا يعتبروا المدققين كان منهم حوالي ستة لاف شخص اشتهروا بتمسكهم بأضاق التفاصيل التقصية المتعلقة بالشريعة المتعلقة بالنموس الاسم في الريسي يعني منفصل أو يسمه المنعزلون الرب يسوع وبخهم على تركيزهم على التقليد البشري بدل ما أنه يركزوا على وصايا الله قال أبطلتم وصايا الله بتقليدكم كان بيهتموا بالوصايا وتقاليد الناس وأهملوا كلمة الله والتوبيخ الآخر كان بيوبخهم على كبرياءهم وبنفس الوقت على رياءهم الشديد يحن المعمدان نعت هذه الفئات قائلا يا أولاد الأفاعي نعتهم أنهم أفاعي سامة من الفرسيين طبعا كانوا كتابة الشعب وكان البعض نموسيين يحافظون على الشريعة ويهتمون بالناس لكن الفرسيين كانوا منعزلين عن المجتمع من ناحية أخرى الصدقيين كانوا فئة يمكن العدد أقل من الصدقيين لكن اشتهروا بإنكارهم للأمور الخارقة مثل المعجزات أو القيامة من الأموات عالم الأرواح ووجود الملائكة لم يعترفوا بكل أصفار الكتاب المقدس لكنهم ركزوا على أصفار موسى وعلى أصفار موسى الخمس أي الطورة هذا هو كان المرجع للصدقيين طبعا فئة الصدقيين كانوا طبقة أرستقراطية من علية القوم كانوا محبين للمال محبين أن يجمعوا الثروة وكانوا أيضا في جماعة الكهنود كانوا يسيطرون على الهيكل يتذكر أنه كان حننية وأيضا قيافة صهره وأولاد حننية كلهم كانوا في الكهنود كان في دار الأمم بيجمعوا الضرائب وطبعا كانوا مسيطرين على كل الهيكل لما دخل يسوع طهر الهيكل وقال بيتي بيت الصلاة يدعى هذه الجماعة التي كانت مسيطرة على الحكم أو مجمع السنهادريم وأيضا اتجارة بالهيكل وكل الأمور التي تتعلق بالهيكل طبعا مثل ما ذكرت هذه الجماعة كان أيضا بقاومهن الرب يسوع المسيح الفرسيين كانوا جماعة تقصيين لكن الصدقيين كانوا جماعة منطقيين الفرسيين كان حرفيين وناموسيين الصدقي هو شخص تحرري يعني ممكن نسميه اليوم في أيامنا liberal theology الفرسي كان بحب الإنعزال بينما الصدقي كان مساوم وكان شخص استغلالي فهذه الجماعات اللعبت دور في أيام المسيح